أعلن المرصد السوري المعارض أن القوات النظامية وحلفائها دخلت بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي وذلك بعد اشتباكات مع مسلحي داعش وقال المرصد أن القوات النظامية بإسناد مدفعي من القوات الروسية اقتحمت البلدة من عدة محاور بعد إدباق الحصار عليها وبدأت في إزالة الألغام التي زرعها التنظيم كما أعلن المرصد سماع عدوي انفجارات في مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا جراء قصف لطيران مجهول الهوية وسط معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا وقال المرصد أن معارك عنيفة دارت بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف ومسلحية التنظيم على الأطراف الشمالية لسد الفرات قرب مدينة الطبقة وفي منطقة الكرامة في ريف الرقة الشرقي في هذا الوقت قال عضو المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية المتحدث باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش إن فصائل كردية وعربية أحكمت الطوق بريا على محافظة الرقة ولم يعد يفصلها عن مطار المدينة سوى 6 كيلو مترات وفي حديث لراديو الساوى كشف درويش أن قوات برية إضافية من دول التحالف الدولي وصلت إلى الرقة من دون أن يفسح عن هويتها وأشار درويش إلى أن عملية تحرير الرقة ستبدأ في غضون أيام مستبعدا مشاركة الجيش السوري في المعركة لأنه لا يملك الإمكانات على حد تعبيرها